المعارض دولي الفيتر هو أحد الثقافي الأكبر وكذلك هو من أهم المعارض الدولية بالنظر لرصيده الوفائقي وكذلك بالنظر لساحة النقاش التي تكون داخل المعارض هناك أزياد من 712 مغربي عربي دولي وهناك كذلك أزياد من 120 كتاب وكذلك أزياد من 120 ألف كتاب سيكونوا معروضاً في هذا المعارض وبالتالي نعتقد أن بالنظر للمعطيات وبالنظر لهذه الإحصائيات هذا المعارض سيكون ناجحاً بالنظر لتواجد عديد من الكتاب العالمين وكذلك بالنظر للجوائز التي ستوزعوا داخل هذا المعارض هذه الجوائز لها أهميتها لها مكابتها الصعيد العالمي كذلك حضور عديد من فائز الدوليين في هذا المعارض وأعتقد أنه سيكون كذلك مناسبة لمنقاش الفر حول العديد من المستجدات مرتبطة بالمجال الثقافي ومرتبطة بالسياسة الفرنية وكذلك مرتبطة بالتوجهات القبرى لدى مزارة الثقاف والاقتصال في إعطاء واحدة نوعية للمجال الثقافي وكان آخرها الإحصائيات متعدقة بمؤسسة دولية التي أعطت بأن هناك 2017-2012 كانت تزايد 8% من عدد الكتاب والإصدارات في المجال متعددة بالكتاب في البداية نحن في هذا المنزل أن نكون هناك في المنزل في المنزل المنزل في الكتاب العديد من المنزل كذلك المنزل في المنزل الثقافي هذا آخر في 2005 ...concierto para concluir la presencia española en el salón. Yo creo que es una buena ocasión para poner de relieve, por ese día hacia las lenguas, la interrelación permanente que ha habido siempre en lengua y cultura entre España y Marruecos, la interrelación que existe entre el español y el árabe, porque el español tiene cerca de 4.000 vocablos de origen árabe, y también porque en el Tarija y en la práctica lingüística de Marruecos son muchos los vocablos españoles que aparecen en el día a día. Pero más allá de eso, es para poner de relieve esa corriente de intercambio permanente de diálogo que existe en nuestra producción literaria, esa corriente humana de acercamiento presente que hay por vía de la inmigración y del turismo en los dos sentidos, y por lo tanto va a ser una ocasión para festejar lo que nos une que es ante todo y sobre todo la cultura y las relaciones humanas.